خاصة في التحولات السريعة بالنسبة للفريق الغدزاوي دياز جرحيلي ينقل كرة في الجهة اليساري مساعد صالح العمري صالحي حاول يمر صالحي يصوب كرة حلوة ملعوبة هي يقول الله صالح العمري الموهوب يصوب كرة في زاوية صعبة على فاس المسرحي يهيي نفسه للتصويب والتصويب قوية جدا لمصلحة صالح العمري يسجل أول أهداف اللقاء صالح العمري في مكان ولا أروح في الكرة الصعبة وفي الزاوية الصعبة على فاس المسرحي هذا هو صالح هذا هو صالح الثقة والجرى هنا حاضر صالح العمري يضع الكرة في الزاوية الصعبة جدا زاحفة بتمر على الفريق القدساوي أول أهداف اللقاء لصالح العمري الله يا صالح الله على لعبة حلوة في الزاوية الصعبة وبالتالي كرة يضعها في الشباك هدف أول أباوي هنا لأبهى في المكان الجميل لمصلحة صالح 20 سنة المغربي لعب اللي كان في كاس أمه في أفريقيا كاروس سترانبيرغ يتقدم كاروس انطلاقه ممتازة سريع جدا ينقى الكرة لبوتوين بوتوين يحاول أن يتقدم للأمام ينقى الكرة لصالح العمري صالح يحاول يجرب صالح يحاول يهيي كرة ساعد بقيرس ويقول الله الله على الفنان اتخاذ القرار من جانب ساعد بقير الله على ساعد بقير دائما يظهر في مثل هذه المباريات واحد من نجوم الشواط الأول يا وجه الساعد ما بعدك أحد هنا ساعد بقير الله على كرة رائعة جدا بشكل رائع جدا بكرة مرتدة خطيرة جدا لفريق أبها هذه الكرة التي تتهيأ أمام المرمى يصوب كرة قوية ثاني الأهداف لأبهاوي الأبهاوي بشكل رائع جدا من مدينة الضباب ثاني الأهداف يفتح أول الأبواب أبها الوصول للنقطة 23 مطلب بالنسبة لعبدالرساق شابي يضع الكرة بالشكل رائع جدا لا يختلف الكرة تذهب للفريق القدساوي هدف أول هدف أول حسن العمري يسجل الهدف الأول ثامر الهدف يا حسن لك فيها دوري وبالتالي الكرة تذهب للشباك من ركلة جزايا ضعب هدوء على عبد العالي محمدي على يصار عبد العالي محمدي 2-1 2-1 هذه الكرة هذه اللي كان فيه اشتراك أمام عبد عمال بارك وأمام استالي وبالتالي الكرة يلعبها حسن العمري بهذه الطريقة وبالتالي يصل للهدف الثامر في أيضا مسيرته على مستوى الهدفين بالنسبة ليوسف مناعي المدرب الذي عاشه كلاعب بجانب الفريق الأفريق التونسي وهذا حمد اليامي في انطلاقها للأمام الكرة ملعوبة لمصلحة مهدي تهرات حسن ياخذ كرة ينطلق الأمام تبديل موفق قدسال كرة في مكان جميل أديسون يصوم كرة حلوة وكرة ترتد مرة ثانية هي يقول ثاني الأهداف ثاني الأهداف يا كاروس ينديريا كاروس ينديريا يظهر في هذه المباراة من تصويبه والأروح من المرازيلي أديسون بكرة قوية جدا قوية على عبد العالم وحمدي تعود مرة ثانية لكاروس ينديريا في المكان الصح والمكان السليم يوسف المناعي يعود في المباراة هذا أديسون صوب كرة قوية جدا باتجاه المرمى كاروس ينديريا يسجل ثاني الأهداف القادسية بثوب آخر في الشوط الثاني هذا أديسون صوبها براسلية قوية جدا عبد العالم وحمدي نجح في أن يديه بالكرة الماضية لكن هنا كاروس ينديريا الثاني الأهداف اثنين لاثنين في الشوط الثاني كاروس ينديريا يعود بالقادسية مرة أخرى في المباراة وبالتالي كرة توصل من جهة